ونتفرج على أجزاء ولقطات من الفرص الضيعة في مباراة البحرين وعملين اللي انتهت بالتعادل السلبي 0-0 نرجع تاني ونتكلم بقى في أخبارنا المحلية وكنا اتكلمنا من يومين في موضوع حسام غالي حسام غالي اللي هو لاعب طانطة مش حسام غالي الكبير لاعب طانطة حسام غالي كنا احنا نفرضنا من شهرين وقلنا فيه ثلاث لعيبة النادي الأهلي بيفوضهم في منتخب الشباب بترشيح من الكابت الربيع ياسين طبعا محترامي وتقديري للكابت الربيع هو كابت الربيع دخل معنا مداخل وقال انا ما ليش علاقة بالموضوع وكده لكن يعني احنا قلنا الخبر من شهرين احنا من احتران كابت الربيع جدا ولكن كان بترشيح من الكابت الربيع ياسين وقال اللعبة دي مميزة جدا ولعبة كويسة وممكن يعني تنفع النادي الأهلي في الفترة الجاية النادي الأهلي التقص وسأل وحسام غالي كمان يعني اتمرن شوية مع النادي الأهلي زي ما احنا قلنا راح غانا على الورق بس وطلع كمان وكيل اللاعب مش تامير النحاس وكيل اللاعب اسمه أمير المراجبي وهو أكلمني في التليفون وكان شاف الحلقة بتاعتنا هو في غانا على فكرة هو في غانا دلوقتي ونادي الأهلي برضو بيتكلم على لعيب تاني اسمه دومينيك أبيا اللي هو اللي كان بيلعب فيه إيسي ميلان قبل كده وإحنا كنا قلنا برضو من يومين ثلاثة على مونوع دومينيك أبيا وكلمني أمير المراجبي وكده وقال لي موضوع حسام غالي وانت قلت يا كريم ان النادي الأهلي هو اللي وداه مش عارف غانا عشان يجيب له يعني يأيده في نادي هناك وبعدين يسهل اللي هو يرجع تاني للنادي الأهلي بدون موافقة نادي طنطة أنا اللي وديته غانا وانا مش عارف ايه قلت له طيب أمير انت يعني وديته غانا هل هو لعب في غانا قال لي يعني هو تأيد وجي غانا مرتين ثلاثة او جي يومين ثلاثة طيب ما هو ملعبش أنا قلت الكلام صح اللي هو تأيد على الورق قال لي ما أنا قدمته لنادي الزمالك قبل كده والنادي مش عارف ايه ومحدش خده غير النادي الأهلي لطول انا ما عنديش مشكلة في كل الكلام ده انا بقول خبر انا ما عنديش مشكلة ان هو يروح الأهلي يروح الزمالك ولكن يروح بالطرق الشرعية احنا بنقول بنبرز خبر لاني دايما يقول لك اللعيب ده هرب راح مش عارف فين ولاعب شوية ورجع مصر عشان النادي معين خده فاحنا قلنا القصة قلنا ان حسام غالي لاعب في نادي طنطا تحت السن فريق الشباب ومع موليد 93 مع الكابت الربيع ياسين في منتخب مصر الكلام ده انا قلت من 3 شهور او من شهرين ونص قلت ان في مفاوضات مع النادي الأهلي النادي الأهلي فيه 3 لعيبة وقلت بالاسم قلت حسام غالي بتاع طنطا وقلت مصعد عوض وححكي لكو على قصة مصعد عوض لان انا اكتشفت حاجة كمان النهاردة مصعد عوض حارس مرمى النادي الاسماعيلي ومنتخب الشباب ولعب اسمه ياسر ابراهيم لعب نادي طنطا نادي المنصورة مهم اللعب زي ما احنا قلنا وحكينا القصة وحكينا مع بعض طلع الموضوع صح ومفيش مشكلة وخلاص انتقل او حينتقل لنادي الأهلي في الفترة القادمة والبطاقة الدولية لنادي الأهلي ارسل فاكس للاتحاد الغاني والاتحاد الغاني مفروض هيبعت البطاقة الدولية للنادي الأهلي خلاص والموضوع خلاص جبنا الاستاذ فايز عريبي رئيس نادي طنطا والرجل كان حزين جدا وبرضه انا بحمل نادي طنطا برضه جزء ويمكن امير المراكبي لما كان بيكلمني اللي هو وكيل اللاعب يكلمني على التليفون قال لي يا كريم طبع ما هو يعني ما نادي طنطا لما يكون عنده لعيب مميز زي حسام غالي لازم اللاعب ده يمضي او يمضي يعني نادي طنطا يعمل له عقده ويمضي فصح هو عنده حق ان انت عندك لعيب مميز واللوايح بتقول ان انت لو اللاعب بتاعك تحت السن وانت مش ماضي معاه عقد احتراف يقدر يمشي خارج مصر وهو عمل كده فعلا فنادي طنطا برضه يتحمل جزء من المسئولية ولكن السؤال انا سألته الأمير المراكبي قلت له يا امير طب ما هو ممكن يكون نادي طنطا عرض على اللاعب ان هو يمضي عقد واللاعب رفض او اللاعب ما عجبوش المبلغ قال لي خلاص ده عرض وطلب وكلام فاحنا مش بنقول كده ان احنا بنقول الاهل غلط او صح لكن احنا حكينا القصة والولد راح خلاصها وحيروح النادي الاهل من خلال النادي الغاني اللي راح لعب فيه او راح تأيد فيه على الورق وملعبش فيه ورجع النادي الاهل نقفل قصة حسام غالي ومش هتكلم فيها اللي احنا خلاص حكينا القصة وكنت اقيلها انا من شهرين ولكن فيه حاجات فرعية كده يعني لما تيجي الفرصة هنتكلم فيها نروح لموضوع الاتنين اللاعبات تانية مصورة ومصعد عوض مصعد عوض حارس الاسماعيلي ده مغلب النادي الاسماعيلي مش عايز يمضي على عقود عشان احتراف مع النادي الاسماعيلي وده بيغيب عن التدريب يروح منتخب الشاب مش عارف ايه اتضح ان مصعد عوض ده كمان ماضي للنادي الاحلي يعني ماضي للنادي الاحلي بس مقدرش يروح النادي الاحلي غير لما يعمل زي حسام غالي يعني لازم يروح عشان هو بيلعب في النادي الاسماعيلي ما ينفعش اللعب صغير السن تحت السن ينتقل من نادي مصري الى نادي مصري مباشرة لازم يخرج برا مصر زي ما عمل حسام غالي ويتأيد حتى على الورق او يلعب او يحترف في اي دولة خارج مصر وبعدين يرجع النادي الاحلي لكن انا كنت تفاكر ان الولد مش ماضي تستقصنا وسألت واسلام صديق على فكرة كان اقلي المعلومة دي بس انا قلت ايه يعني نتقص ونشوف القصة لقيت ان مصعد عوض حارس مرمى النادي الاسماعيلي برضو موقع للنادي الاحلي ولكن في السر محدش يعرف خالص النادي الاسماعيلي ما يعرفوش البعد برضو اللي هما مكلاء اللاعبين مخببين القصة دي ولكن مصعد عوض موقع في النادي الاحلي ولكن لا يستطيع الانتقال او ما قدرش ينتقل للنادي الاحلي غير لما يحترف في نادي خارجي او النادي الاسماعيلي يوافق على بيع مصعد عوض للنادي الاحلي بمقابل مادة معين حسب اتفاق الناديين واعتقد ان الامور دي صعبة شوية رغم النادي الاسماعيلي ال 4-5-6-10 سنين اللي فاتوا يعني اللاعبة كتير جدا من النادي الاسماعيلي انتقلت الى النادي الاحلي وده كويس على فكرة إن النادي الأهلي بيعمل كده ومش بيعمل كده طريقة مشايان اللعيب أو اللي هو خطف وممطنطب الطريقة دي اللي هو يسفره لأ أنا مش باتكلم في النقطة دي طريقة اللي هو يسفره برا ويرجع ومش عارف إيه دي شطارة ممكن البعض الساعات في النادي الأهلي يقول لك إحنا يعني دايما بنتبع الطرق المشروعة مش عارف إيه لأ دي دي مش طرق مشروعة هي طرق لا إحي يعني في اللوائح إن أنت بيبقى عندك زكاء وتقدر تتعاقد وكلام لكن اللي عجبني في النادي الأهلي إنه هو بيعمل أجيال يعني إيه بيعمل أجيال يعني بعد عنده جيل دلوقتي لعيبة كبار في السن واقل جمعة محمد بركات يجي بعديهم سيد معوض يجي بعديهم محمد أبو تريكا ودول اللي هم عناصر الخبرة اللي مطلوبين في أي فرقة وعلى فكرة العناصر أنا قلتها واقل جمعة محمد بركات سيد معوض محمد أبو تريكا هم أفضل لعيبة في النادي الأهلي في الوقت الحالي هم اللي شايلين النادي الأهلي برضو رغم إنه هم يعني السن كبر بيهم شوي ولكن ما شاء الله حاجة بيقدموا عطاء يعني مش حنتكلم في موضوع السن إن عطاءهم في الملعب بيرد على الكلام ده وأنا مش هتكلم إن واقل جمعة أحسن مدافعة في مصر حالين محمد بركات من اللعيبة المميزة جدا اللي يقدر يغير شكل وأي نتيجة في أي وقت أبو تريكا كلنا شفناه دوره مع النادي الأهلي في بطولة أفريقيا سيد معوض أحسن زهير أيصر في مصر بقاله خمس ست سنين أو أكتر والغاية دلوقتي لسه ما فيش حد قادر يأخذ مكان سيد معوض أو يحجز مكان سيد معوض مع احترامي أحمد شديد إنه ناوي لعيب كويس جدا ولكن خبرته أقل من سيد محمد عبد الشافي اللاعب نادي الزمالك يعني دايماً لما كان سيد فايق وموجود في المنتخب ومعندوش إصابة دايماً سيد معوض هو رقم واحد وبرضو ما بقللش من أحمد شديد ومحمد عبد الشافي وإسلام رمضان ومحمد ناصف لعيبة الزمالك والأهلي وإمبي وكلام ده أو حرص الحدود إسلام رمضان ولكن سيد يعني أنا بقول لكم الأهمية اللي عجبني برضه عشان ما نبعدش عن النقطة اللي عجبني في نادي الأهلي هو بيعمل أجيال في الجيل اللي أنا قلت عليه ده دخل جيل تاني نادي الأهلي تعاقد معهم بقله سنتين ثلاثة عمال يتعاقد مع محمد ناجي جده مع وليد سليمان مع عبدالله السعيد مع محمد ناجيب رجع أحمد شديد ناوي تاني بقى عنده قوام خبرة وقوام اللعيبة اللي هي المميزة في الأندية اللي تقدر تشيل فرق أو شفنا الأربع خمس لعيبة اللي أنا قلتهم أو الست سبع لعيبة اللي هو نادي الأهلي تعاقد معهم عنده كمان اللعيبة الصغيرة ويمكن مش عايز أجيب بقى سيرة حسام عشور حسام عشور ده عامل شغل كويس جدا في النادي الأهلي ويعتبر من جيل الوسط رغم أنه هو يعني دخل في 28 سنة ولكن هو من جيل الوسط دلوقتي في النادي الأهلي وعنده خبرات عالية جدا بدأ بقى الجيل اللي أنا قلتلك عليه وليد سليمان وجده ومحمد ناجيب والسيد حمدي واحمد شديد بدأوا يركابوا دلوقتي ويكونوا موجودين الجيل الأصغر منه اللي هم اللعيبة بتاعت النادي الأهلي موجود أحمد شكري موجود محمد عبد الفتاح تاحة المدافع اللي كان جاله ربط صليبي موجود رامي ربيعة تقلق وكابتن حسام البدري بيعتمد عليه بشكل كبير طبعا بالإضافة لشريف إكرامي ومحمود أبو السعود وإحمد عدل عبد المناء مش هكلم على حراسة المرأة دلوقتي النادي الأهلي بيعمل الجيل بقى اللي طالع من تحت كمان اللي هو موليد 93 اللي هو فريق الشباب اللي هو منتخب مصر للشباب بيعمل قاعدة يبقى عنده خمس ست لعيبة كمان سنتين ثلاثة النادي الأهلي يقدر يستفاد بهم زي ما شفنا بيدخل رامي ربيعة وبيدخل لعيبة صغيرة جدا دلوقتي النادي الأهلي بيتعاقد مع لعيبة كويسة وده فكر كويس يا جماعة ده مش عيب كل الدنيا بتعمل كده لازم يكون عندك جيل خبرة وجيل اللي هو بعد الخبرة اللي هو الوسط اللي اللعب كتير وعنده خبرات واللعيبة الجديدة اللي جاية وبتغطي لك المراكز اللي كانت نقصة عندك أو فيها ضعف طبعا مع وجود أحمد فتح اللاعب المميز جدا مش عايز أنسى حد ولكن أنا بتكلم عن ناس الجديدة أو النادي الأهلي بيفكر ازاي في المستقبل القريب والبعيد عندهم خطة قصيرة الأجل وخطة طويلة الأجل عكس كل اللي عنده في مصر يمكن أفضل قطاع ناشئين في مصر هو نادي أمبي بيفكر بالشكل ده نادي المقاولين بيفكر بالشكل ده وعنده لعيبة كويسة لكن مع الفارق أن نادي أمبي ونادي المقاولين ما عندهوش الخبرات اللي زي عنده بوتريكا زي عنده محمد بركات زي عنده وقع الجمعة لكن بيفكروا برضو بالشكل ده نادي الزمالك عنده مشاكل في التفكير وفي التخطيط وفي مجلس الإدارة وفي الشراء وفي الفلوس وفي حاجات كتيرة عشان نبقى صرحة ودايما الناس تقول يا كريم انت دايما أنا بقولي حقيقة أننا زمالكاء وانتوا عارفين وكله تمام بس عايز الزمالك يفكروا بالشكل ده يفكروا ما يفكرواش تحت رجليهم دلوقتي يفكروا لقدام هيقدروا يحافظوا على لعبتهم ازاي هيشتروا لعبة صغيرة ازاي هيعالجوا المراكز النقصة في فريق كرة القدم ازاي لازم الحاجات دي كلها تبقى مدروسة ومتخططة اسلام أنا مش سمعك الصوت وطي جدا طيب مش كده سمعك تكلم يا اسلام كده طيب عشان الاربيس بس كان بايز كان في حاجة بس فهو ده القصة أنا كنت حابة بقول كده أنا نعجيب من نادي الأهل